حالات إنسانية كثيرة وخصوصاً بقرب الأعياد نرجع نتذكرها من جربة سعدة وفي MTV Live دايماً عنا هالمساحة لحتى نحكي عنها المواضيع ونذكر كل المناسبات يلي بتخص الأشخاص يلي ممكن يكونوا محتاجين لألنا عم نحكي حالياً عن بكرة نهار السبت الثلاثة كانون الأول يلي هو اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة من شان هيك بيصرني أن أستقبل أسيد عزة أغا أهلا وسهلا فيك أسيد ميسا قبوط أهلا وسهلا فيك حضرتكم من مجمع الرحمة الطبية أستاذ عزة مدير العام وعضو بالهيئة الوطنية لحقوق المعوقين أسيد ميسا قبوط المديرة التربوية لمعهد الرحمة لزوي الإحتياجات الخاصة خلينا نبدأ بالتعريف عن هالمعهد أي ما تتأسس وشو أهدفه الجمعية أول شي هي جمعية الجمعية تأسست بالثمانين تقريبا بالثمانينات أسسها الوالد الشيخ فواز أغا وكان هدفه الأساسي تسليط الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر ثقافة الوعي لدى المجتمع عن الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة خلال هالفترة الحمد لله قدرت الجمعية أن تنشئ مستشفى بتحتوي ميت سرير بتهتم بالأشخاص اللي بيصير عندهم مشاكل خلال حياتهم العملية حوادث سيارات أو جلطات دماغية فهي مستشفى للتأهيل وإعادة التأهيل وكمان في قصم لمرضى الغيبوبة عشر أسرة قصم فريد بالنوع وبلبنان منستقبل الحالات الصعبة هذا قصم المستشفى والحمد لله عم نخدم حوالي 1500 حالة سنويا ويلي هو عدد كتير كبير عدد كبير لأنهم دائما بدون فيزيوترابي وإعادة التأهيل وعلاجات متتابعة الآن القصم الثاني اللي هو معرض حديثنا اليوم هو مركز الرحمة لذوي الإحتياجات الخاصة يلي هو صار حاليا من أهم مراكز لبنان بتجهيزيته من أهم مراكز لبنان بالخدمات اللي بقدمها نحن منهتم حاليا بـ 400 حالة من ذوي الإعاقة هو تأسس بذات الفترة مع المستشفى هو مع الوقت تبع مع الوقت صاروا مبنيين حاليا مساحة 12 ألف متمربع تقريبا منقدم خدمات لحوالي 400 طفل فيه 300 منهم على حساب وزارة شول اجتماعية منشكر الوزارة على تقديماتها وفيه 100 نحن منهتم فيه من خلال نعتمد كتير على التبرعات على مساعدة الناس على دعم المجتمع لقلنا لحتى نقدر نستمر وهلأ ميسا كمان رح منحك أكيد عن المعهد ونشوف الفرق حتى يعني بين الاهتمام بالمركز كيف بيكون وبين المعهد يلي هو أكيد مثل ما اسمه بيبين بيقدر يحضر ويأهل هالأشخاص لحتى يكون عندهم اندماج اجتماعي أكتر عطينا فكرة عنه ميسا نحن انطلاءا من حقوق الإنسان وخاصة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عنا أهداف بعيدة المدى وأهداف قريبة المدى أهدافنا بالدرجة الأولى البعيدة المدى هي تحضير مواطنين قدرين يكونوا مستقلين اجتماعيا يقدروا يعملوا أدنى حاجاتهم الخاصة إضافة إلى الدمج الاجتماعي والوظيفة انطلاءا من هالفكرة المعهد مثل ما قال استاذ عزت بدوم 400 حالة تقريبا نستقبل التأخير الذهني التوحد الشلال الدماغي الإعاقات الحركية وغيرها من الحالات بيتوزعوا على الصفوف ابتداء من الحضانة لأعمار كبيرة بالقسم الأكاديمي في تلميذ بيدرسوا درس عادي مع كتب مع برنامج تربوي أكيد من خصص الألون مع تعديل طبعا مع تعديل مع تعديل في عنا صفوف صعوبات تعالومية هن صفوف عندهم قدر أنهم يندمجوا بمدارس عادية يعني هن بالمبدأ بيدرسوا مثلهم مثل غيرهم بالمدارس هون عم نحكي للصعوبات تعالومية بيتحضروا وبعدين بيفوتوا على المدرسة أو ممكن بذات الوقت أو بيكونوا بمدرسة وبيجوا لأنهم ما بقادرين يتبعوا برنامج المدرسة بس صفوف الصعوبات تعالومية هن صفوف ما عندهم تأخر ذهني يعني هن تلميز عاديين عندهم مشاكل التعالومية عندهم صعوبات بس تعالومية أو بيجوا بمدرسة ما قادرين يكملوا برنامج المدرسة أو بيتحضروا عن ناطة يصيروا قادرين يروحوا على مدرسة كثير منيح هنا عم نحكي عن كل الصفوف في صفوف فعندهم تأخر ذهني بس في كذا صف صعوبات بس تعالومية ما عندهم تأخر ذهني وصفوف التوحد كمان أكبر مركز بيستقبل حالات الشلل الدماغي يعني عنا مركز كتير كبير حوالي 100 حالة من الشلل الدماغي هذول حالات بيجوا سبير وحالات صعبة بدون رعاية أكتر اهتمام أكتر بس هون عم نحكي مش عن الشق الأكاديمي يعني هون عم نحكي فقط اهتمام إلى حد ما فيه فيه شق أكاديمي بس أغلبه رعاية أغلبه رعاية لأنه صعب أفتكر هون لبال مستحيل في القسم المهنة بالقسم المهنة شباب وصبايا ما بقى كتير عندهم قدرات يقدروا يشتغلوا على الأمور التربوية سو بنشتغل معهم أشياء حرفية مثل شكل خرس تزين شوكولات فيه صفوف الكمبيوتر والتكنولوجيا وفيه المركز الجديد اللي تم افتتاحه بداية هيدا السنة بهبا من مؤسسات الوليد للإنسانية هو المركز الأول في لبنان لأنه بيضم أحدث أنواع التكنولوجيا المساعدة لتليميز الشلل الدماغي وصعوبات التعليم على كل حال حضرتونا فيديو ممكن نحضر ونعرف أكتر تفاصيل وكيف الأجواء بالمركز خلينا نشوف الفيديو قبل ما نتابع ترجمة نانسي قنقر لكن عم نشوف الأجواء شوي بالمركز الاهتمامات هالمساحات كمان اللي ملفتة جدا للنظر قد المركز مأهل من ناحية التقنيات أيضا ميسا صحيح حسب شو عم يشوف شو شفنا بالمشاهد اللي قطعت هيدو الصفوف الأكاديمية قطع كمان مشهد علاجي كان فيه كان فيه تلميذة عم تشتغل تأهيل الصفوف كلها تم مجهزة بطريقة جدا مريحة للتلميذ إن كان من التكنولوجيا وإن كان من الأشياء التربوية الكاميرات موجودة بكل المعهد فريق العمل مين عم بكم؟ فريق العمل متعدد الاختصاصات بيتوزع بين المربيين التقويميين بين علاج النطق واللغة المعالجين الفيزيائيين المرشدين صحيين اجتماعيين علاج نفسي حركي علاج نفسي أطباء نفسيين في ممرضين في أطباء في مساعدين الفريق كتير كبير يردفطا إلى المربيات والمعلمات نعم عنا صراحة هذا المركز الجديد اللي تم افتتاحه هالسنة اللي في بقلبه الانتر اكتف تايبل الانتر اكتف فلور الانتر اكتف بورد يعني هالتكنولوجيا الجديدة اللي عم بتفيد كتير اليوم كتير أهدافة عم نشوفها على الأرض قداش عم بتساعد التلميذ وخصوص الشلال دماغي اللي هنجد عندهم مشكلة بالتواصل والتفاعل أكتر كل أشخاص اللي عندهم مشاكل انهم يمسكوا الألم أو انهم كتير حلة مشاكل وأكيد كلهم أهل يعني لكل شخص لحاله بطريقة فردي طبعا في تعديلات في تعديلات يعني في أشخاص غير التانيين في تعديلات معمولة خصيصا للأشخاص اللي عندهم فعوبات أكتر من غير ولكن هالأمور هاي كلها بتطلب يعني تمويل كتير كبير صحيح هوني عم نحكى بتقنيات ما أنا موجودة يمكن بأغلبية المدارس الخاصة حتى يعني كيف عم بيكون التمويل بصراحة زرت كتير أنا مراكز برا هي مبادرات فردية مبادرات من المجتمع مبادرات من مؤسسات مثل مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانيارات نتمنى تكون فيه مؤسسات أكتر مثلها في لبنان بتخدم هالفئات لا شك أنه بدوا جهد كتير كبير ولكن بصراحة سعادة كتير كبيرة بيشعر فيها الإنسان وقتها بيكون عم يخدم هالشريحة من المجتمع وقتها يكون أنا ما بدي صلت الضوء عليها من ناحية بس الشفاء والهذا لا بالعكس هن أشخاص قادرين يكونوا منتجين في المجتمع هن أشخاص عندهم إمكانيات وكفاءة مخباية بحاجة من يظهرون إياها نحن كتير على كل حال هيدا الهدف يمكن الأقصى يعني هيدا الهدف الأخير لكل هالعلم وهالتأهيل وهالتعلم بالمركز لحتى يقدروا ينخرطوا بالمجتمع بشكل ما وهي بحس أنه بركة من ربنا سبحانه وتعالى أنه خلانا نحن نكون قيمين على هذا العمل وبيقول لك في 220 موظف بالمجمع 220 على قلب واحد أن يخدموا هالأشخاص بكل تفاني ولكن هالحقوق عم تكون محفوظة بالمجتمع هل عم بيلاقوا نتيجة هل عم بتلاقوا حضرتكم نتيجة بعملهم ذكرتي ذكرتي موضوع أنا حبيت علق عليه موضوع أنه مين الاختصاصين يهتموا فيهم بصراحة نحن منعاني من قلة الاختصاصيين يعني بالشمال يمكن ببيروت في أكتر حالات أو في أكتر جامعات في أكتر جامعة لبنانية بفروعة متوفرة فيها الاختصاصيات مثل الاختصاصيين العلاج اللغوي أو الاختصاصي العلاج الانشغالي أو الاختصاصيين الحسي الحركي اللي كتير بيحاجة لإله والولد حتى يتحسن من قدراته الوظيفية هذه منها متوفرة بالشمال يعني الجامعة لبنانية منها موفرتها ولكن عم نحكي هنا عن عملهم يعني من بعد ما يتعلموا ويخلصوا هل عم بيلاقوا شغل يعني حضرتولنا كمان حضرتولنا نقدر نشوفه نحن نتحدث أكيد بس أنه عم بيكون في تجاوب من قبل أصحاب الشرك من قبل المجتمع بشكل عام هو بديفوت على الحق أبدا بتبلش ميسب هيدا بديفوت أنه طبعا لبنان كان أصدر القانون 220 على 2000 بسنة 2000 ولكن هالقانون هو بساعد وبيحترم القيم الإنسانية المتكاملة للأشخاص ذوي الإحتاجات الخاصة بلبنان ولكن للأسف هالقانون ما طبق وما أصدرت المراسيم التطبيقية لإلوه نتمنى دايما نتمنى نحن بلبنان أن نحن نقدر الحكومة المقبلة تقدر تفعل وتقدر تطبق وتنفذ على كل حال عم نشوف قد يكونوا فاعلين جديين وملتزمين ما يسبب تحب تزيد كلمة صغيرة قبل ما نختم أنا بسكي بدي أقول الفيديو اللي قطع هو تجربة مبرحة عملناها بمطعم بترابلوس الشباب وصبايا بعض الشباب وصبايا عنا نزلوا كانوا نضموا هن لصفل وكانت تجربة جدا رائعة كانت أكتر من وعاتنا لأن تفاعل العالم كان كتير إن شاء الله فعلا هني ده بيوصر بدأ لكم يعطيكم ألف عافية وكل فريق العمل أكيد إن شاء الله دايما هالسعادة بتظل موجودة بقلوبكم بقلوب كل الناس يلي بيساعدوا أهلا وسهلا فيك السيد عزة أغا السيدة ميسا قبوط من مجمع الرحمة شكرا رح ناخد وقفة سريعة منتابع مع أيد سمارت خليكم